السلام عليكم يا هلا والله بالجميع كيف حالكم يا شباب ان شاء الله تكونوا بخير معكم ريتشادو وارجعت لكم فيديو جديد عن Genshin Impact وفيديو اليوم يا شباب زي ما اتشوفوا رح نكمل تقييم شخصيات Genshin طبعا اذا ما شفت الفيديو الماضي اللي قيمنا في هذه الشخصيات تقدر تشوفكم من الاعلام اللي هنا على الفوق يا رب ما انساها المهم خلونا نبدأ الان يا شباب وما عليش اذا سمعتوا اي اصوات غريبة لانه مرمزكة وصوتي رايح فيها ولكن خلونا نبدأ بتقييم الشخصيات بدون اي مقدمات وعندنا اول شي كيلي يا الله ليش ابطال عنصر النار كلهم اول شي اوكي يا شباب رح اكون مرة صريح كيلي بطلة مرة بيض بصراحة كيلي ما عرف اش اقول عنها يعني هي حرفين بطلة متناقضة عندك اعلى شي فيها ضرر تشارج اتاك ضرر ومرة كويش تقدر تجيب فيه فيبرايز بالستين وسبعين الف لو كانت مرة عطيها ارتفاك بالسلاح مرة قوي ولكن المهارة الاولى حقتها مو هذا كالزود واسوأ شي فيها يا شباب الالتيمت اقسم بالله الالتيمت تبعه هو اسوأ التيمت موجود في اللعبة بالعادة الالتيمت حق الشخصيات يساعدك تسوي تفاعلات ولا يسوي لك بف الدمج قلتك الى العكس حرفيا هذا الالتيمت يخرب عليك التفاعلات مثلا انت الان مستخدم يلان ولا شينك شو جاس تسوي عنصر مع اللي ضدك الالتيمت رح يضرب اللي قدامك يسوي فيبرايز ورح يضيع عليك الفيبرايز اللي تسوي مني تشارج اتاك فحرفيا الالتيمت يخرب عليك وتلاحظون اغلب اللي يستخدمون كلي يستخدمون معها ارتفاك الشميناوة لانه حرفيا المحل فيهم يستخدم الالتيمت ورح اقولها بكل صراحة يانفي سي ستة اقوى من كلي بكثير بدلا ما اجيب كلي رح اجيب سلاح خمسين جو معطيل يانفي وصدقني بتطلع دمج عالي بكثير فالله يستر هم شونغون الاساطير تقول انه اخر مرة شفت فيها واحد يستخدم شونغون يولاد حرفيا من قبل سنتين انا مرة شفت من زمان واحد جاب بشونغون 30 الف و كنت اقول او او ش درر علي طبعا الكلام اولي كان على س эт prefers reais لما كنا نجيب 40 الف و نقولنا نتحمس عليها فصراحة شونغون من اكثر ابطال المسحبين عليهم في اللاعبة و ما الو من صراحة حرفيا هذه الشخصية اعطتنا اقوى سوبلكس في تاريخ كينشين ايمباكت الشخصية هذه اول ما نزلت كل الناس قالوا بيض و انا منهم صراحة و من اولهم لانه فعلا كانت مرة بيض بس لما نزل عنصر الدندرو وعطوه الارتفاكت الجديد تيم البلوم حقها مع نيلو حرفيا يمسح اللي قدامك بالابس ينصفهم نصف وعندها هيل عالي وعندها دمج عالي من الالتمنت مع الارتفاكت الجديد فممكن يصدمكم هذا الشي وانا مصدم صراحة لانه الشركة خلت اكثر بطل يوزيز في اللعبة او بي فراح حطها هنا بال او بي لانه صارت تنفع مع الكمبوات مرة كثير مع عنصر الدندرو وصارت من الابطال الاساسيين في اللعبة اوكي اليسا بدون اي كلام خلنا نحطها تحت لا دمج اوكي لا في عندها شكل صراحة ولكن ما عندها لا دمج ولا اي شيء وبعض يستخدمونها بس عشان يسعون نيرفل بالالتمنت اوكي ايولا انا عارف انه في ناس جدا كثيرين راح ينصدمونه من اللي راح اسويه وخصوص انه مائنات قاني راح يولعون فيها تحت بالتعليقات ليش حطيت ايولا اعلى من قاني بالتقييم يا شباب اولا انا سمبل ايولا ولكن انا اشوف انها امتع من قانيو والشي الكويس في ايولا بانه حرفيا تقدر تحط لها السلاح اربع انه يجب انطلع معاك ضرر مرة رهيب يعني انت حرفيا لو فريتو بلايو لسه بعد في اللعبة تقدر بكل سهولة تجيب 200 او 100 الف ضرر بايولا مرة ايزي تحتاج بس ضربة واحدة من عنصر الالكترو عشان تسوي تضعيف لقدامك ضد الفيزيكل بصور عندك الضرر مرة رهيب ما عرف ليش كل الناس يظلمونه يقولون اه فيزيكل مدري ايش ما يسوي التفاعلات ما هي يجيب المئة الف بدون تفاعلات ليش تحتاجها فانا ايش حطيتها هنا بس علشان ان في كثير ناس ظلموه وما شفت اي واحد يحطها بالاس بلاس وايوة ايو لا تعتبر اقوى بطلة في اللعبة اذا جبتها سي ستة لانه انا شفت في ناس جابوا فيها ستة والخمسة مليون وهذا ما يعني انها اقوى من قانيو لا هي امتع منها وفيها طرق لعب جدا كثيرة ولهذا السبب حطيتها فوق او بوي اوكي يويمي يا شباب صراحة اعتبرها من افضل واكثر الابطال المظلومين بنفس الوقت انا شوف بعض ناس يقولك يويمي تضرب ثلاثين الف اه ستين الف مرة قليل وهو ما يحسب حساب انه يويمي تضرب تقريبا عشرين سهم بالإي حقتها يعني انت لو تضرب هذه العشرين او الثلاثين الف اللي تطلعها يويمي بعشرين يطلع عندك رقم مرة عالي بالثلاثمية ولا اربعمائة الف فالعيب انه الناس يشوفوا الرقم واحد بس يحكمون على الشخصية ولكن عند تجربة الشخصية يويمي تخلط لك جد اي بوس يوقف قدامي كل تمسح ومسح ما تشوف الا الدم حق ويطير لو حطيت معاها يلان وشنكشو او زونقلي وبينت طلع كومبو مرة رهيب نورمال اتاك للصبح تقوله برشاش تخلط البوس اللي قدامك خلط وغير كذا واحد من افضل اسلحتها اللي هو سياح الرست اللي يعتبرت سلاح اربع نجوم وتقدر تجيبه بسويلة من البنارات اوكي مو بسويلة بس يقدر تجيبه من البنارات وهذا السلاحي نفس الاسلحة الخمس نجوم وتقدر تجيب فيه ضرر جدا عالي ولهذا السبب يا شباب راح احطي هويميا برضو بالاس اس بلس ولكن يا الله يا الله يا الله اوكي يا شباب اللي بعدها هو تاو علشان اكون معاكم صريح هو تاو بدون سلاحة الخمس نجوم بدون السي وان مرة بيض من جد يعني انا ما اشوف عبادة ان انا تستهل تجيبها اذا ما كان عندك السلاح حقها او كانت سي صفر اولا لو حطيت الى اي سلاح اربع نجوم مثلا ليعطيك المنت الماسور للكذا ما راح يسوي عرفيا فرق السمع عن الارض لما تحط لها السلاح الخمس نجوم اللي هو ما حقها واحنا نقيم الشخصيات الخمس نجوم مع السي صفر وسلاح اربع نجوم لان مو كل الناس يقدرون يجيبون السلاح الخمس نجوم مع الشخصية فصراحة انا اشوف ان يويميا اقوى من هو تاوب بالسي صفر مع السلاح الاربع نجوم يب انا عارف ان جبت باكثر شخصيتين مشورات باللعب العيد ورح ياكلوني في التعليقات ولكن هذه الحقيقة يا شباب هو تاوب بدون سلاح خمس نجوم بدون السيوان حقها مرة ما تقرب على دم جويميا لانه كل شوية تخلص عليك الاستمنة وانت اصلا بالابس تسوي داشات ورح تضيع كل الاستمنة حقتك اوكي عندنا نينج وانج نينج وانج تقريبا ما تقدر تجيب فيها ضرر عالي اذا ما كانت سي ستة اذا ما كان مع معك ساعة خمس نجوم يعني حرفيا ضررها مره ما يستهل انك تطورها اصلا لو ما كان معك ساعة خمس نجوم فبدون سلاح خمس نجوم تكون بالمشي حال مع سلاح خمس نجوم ممكن تطلع هنا على الفوق ولكن راح اطها بالمشي حال اوكي نويل صراحة ما احب هذه الشخصية ابدا ولا احب طريقة لعبها ولا احب حتى الدرع حقها لانه ضربها مره بطيئ انا عارف انه لو حطت لها سلاح اتو تبدأ تطلع فيه ضرر جدا عالي ولما تفر تخلط اللحوش اللي قدامك خلط بالابس ولكن الشخصية هذه مره مملة وطريقة ضرباتها مره بطيئ او الشيلد مره بطيئ كل شي فيها بطيئ فراح اطها بالكويس اذا كنت استخدم معها سلاح اربع نجوم ولكن اذا كنت استخدم معها سلاح اتو فممكن تطلع هنا للمرتبة القوية لانه فعلا تجيب ضرر جدا عالي اوكي جين الشخصية البعاص اللي طلعت اللي ثلاث مرات واللي قرفتها ألف اولا ايش تسوي جين تعطيك هيل فيه شخصية ثانية احسن منها تعطيك هذا الهيل وهي ساي وشخصية اربع نجوم وبرضو تعتمد على المنتل ماستري على عكس امرأس جين ليش احتاج اتاك في شخصيات تعتمد على المنتل ماستري وعنصرها انيمو الانيمو ما يحتاج اتاك يحتاج المنتل ماستري مثل كازوها وفينتي وصاينو فحرفيا البطلة هذه فوق ما انها بعوص ولا فيه شخصية اربع نجوم افضل منها فانا اشوف انها بالمشي حال وربي عني جلد شخصيات مره كثير اوكي تشي تشي اوص انا عارف احسن هي الماشاء الله مره قوية ولكن ما بتطلع على هذا المركز لو ايش اوه يا الله العشك الرجولة المين القديم اول شخصية باللابة اطورت وبدأت اجيب فيه ثلاثين الف ريزر صراحة الريزر اشوف انه اقوى شخصية بالدمج من ناحية الشخصيات الاربع نجوم هو ويان فيه الضرر حقه اذا بنيته كفيزيكل يطلع اليك ضرر جدا عالي مع بوف بنت ودرع زونجلي وذا حطيت معاه عنصر ثلج مثلا ديونه او بوي بتطلع ضرر مره رهيب ولكن للأسف فيه شخصيات مره كثير نزلت غطت عليه مثل ايولا وزي كذا ولكن ما رح ينزل عن مرتبة الكويس ولو كان مع السلاح خمس نجوم حق ايولا فممكن يطلع لهذه المرتبة لانه يصير الضرر حقه جدا عالي ولكن مع السلاح اربع نجوم او خمس نجوم عادي ممكن ينزل اليه هنا اوكي روزاريا صراحة هذه البطلة مره كويسة ولكن عيبة بانها تسوي شي واحد بس مثل شنها تعطيك بوف بكريتريت بس دمج حقها مره بيض طريقة التفاعلات حقتها مره بيض كل شوي رمح يضرب الشي الوحيد اللي كويس فيها هي يلقي حقتها انه تختفي تروحها للي وراك وبس هذا الشي الوحيد اللي تسوي حتى الروتيشن حقها لما تسوي عنصر ثلج مره بيض وانا اشوف اغلب اللي يستخدمونها مع ايولا علشان تعطيك كريتريت بس فراح احطها بالمشي حال مو لانها ضعيفة مثل قورو لان استخداماتها محدودة اوكي سارا صراحة اذا كان عندك سارا سي صفر فراح تكون هنا بدون اي نقاش لانه اصلا صعب تحصل البوف وذا حصلته ما رح يكون مره قوي ولكن سارا سي ستة ممكن تطلع الى هذا المركز او ممكن اعلى صراحة ممكن احطه بهذا المركز القوي لانه فعلا الشوغن حقتك رح تتحول على سوبر سين تعطيك ستين كريت دمج تلسع اللي قدامك بضرر تقريبا من الضعف يعني اذا انت تكون تضرب مثلا ميت الف سارا بتعطيك ضرر توصل المية وخمسين او المية وستين الف المشكلة الوحيدة فيها انه صعب تجي بالسي ستة حقها لانها جت ببنارات مرة قليل ولما تيجي تكون بشخصية مرة بيض مثل سكارموش وما حد يبغى يجيبها اصلا فاحنا نقيمها مع سي ستة فراح تكون سارا بالمركز القوي لانه سي ستة حقها صراحة مرة رهيب اوكي صاريو صراحة اشوف انها نفس جين الشي الوحيدة تسوي هي لدمجها مرة بيض ولكن افضل من جين لانها شخصية اربع نجوم وتقدر تجيبها ببلاش شنها هذي الشخصية ينطبق عليها نفس الوصف اللي ماشي حال ايش تسوي تعطيك بف كرايو بس نمجها بيض الميشن حقها بيض الشي الوحيد الحلو فيها هو الشكله وما توقع في احد ينكر هذي الشي فراح احطها يا شباب بالمركز اللي كويس او صراحة مارا تستاهل اللي كويس راح حطينا بالمشي حال لانه استخداماتها محدودة وشخصية خمس نجوم لا احد يضيع البريمو جامس حقته على هذي الشخصية حتى لما تيجي بالمستقبل شخصية تعطيك بف واحد ليش شخصية خمس نجوم يعني ينجن وبينت وعندك برضه سيكولوس وعندك شخصيات مارا كثيرة يعطون بف مثل ديفينس حق غورو وهم اربع نجوم خلوها السي ستة تزيد للكرايو دامنجو حطوه اربع نجوم يعني بس عشان اش سمس حطيتوها شخصية خمس نجوم والله عطلهم فلوس يعني اقسم بلاها هنيهم وهويو سوالك شخصية اربع نجوم حطوها خمس نجوم عشان تدفع عليها فلوس يولد البنر حقها جاب مبيعات تذكر مرة خرافية اول ما نزلت اوكي الريدن شوغن انا ما بالغ لو قلت ان هذي الشخصية هي الوحيدة اللي تنافس هذول الثلاثة اللي موجودين هنا في اس بلاس بالراحة تبغى سببورت تنفع تبغى دي بي اس تنفع تبغى بطارية برضو تنفع تسوي لك بطارية للتيم تشحن لك الالتمت تسوي معك تفاعلات والان مع الدندر والضرر حقها صار مرة رهيب والاستلاشات حقتها مرة تضرب بالعشر الاف والالتمت حقها جدا رهيب وضرر وعالي وتقدر تسوي في روتيشنات كثيرة فيب تسهل كل هذا التطبيل فعندها حرفين كل شي تحتاجه بالشخصية والعيب الوحيد اللي فيها يا شباب انه علشان تجيب السلاح الاربع نجم حقها رح تقرف كل شي اسمه سمك في حياتك رح تضطر بانك تصيد شهر ونص سمك كل يام بنفس المكان ويطلع لك ساحر كريه يرميك في البحر ويجمدك بعدين تموت فالعيب الوحيد فيها هو السلاح حق الاربع نجم اللي هو تجيبه من صيد السمك فاذا جبته خلاص ما ظل فيها يا عيوب واخر شخصية معنا يا شباب وهي سيكروس سيكروس من زمان قبل بف الانيمو ما كان احد يستخدمه ولكن بعد بف الانيمو والشخصيات اللي تعتمد على المنتل ماسري صارت صراحة من اكثر الشخصيات الرهيبة لانه تجمع لك الاداء تعطيك بف الامنتل ماسري وبرضه تنفعك بطارية اذا كنت تستخدم شخصيات مثلا ساينو ايش مثلا شاول اي شخصيات تعتمد على التفاعل فصراحة احطه بمرتبة القوي لانه صراحة البف حقه من المنتل ماسري الان مره مفيد لانه كل الابطال حاليا حقين الدندرو كارباء صاروا يعتمدون على المنتل ماسري فسيكروس راح تفيدك كثير واما تشالد فاخلوا الفيديو ثاني يا شباب الرحمن ما بغى تصير حرب عالمية رابعة بالتعليقات لانه الثلاثة بتصير من ماينات يويميا وهوتاو الان الرابعة تصير من تشالد اوو دقيقة يا شباب بس شوي اوكي هي بعد يويميا هذا ما يعني انها اقوى لا هي بعد يويميا كسي صفر فالمهم يا شباب قولوا لي رأيكم بتحت بالتعليقات بالتقييمات فانا عارف ان ماينات توتاو كلهم نزله ويسيبوني تحت في التعليقات وما شافوني رفعت التقييم حقها فكيف بالله الحركة اوكي رحصها حركة مره بض المهم شوفكم على خير بالفيديوهات القادمة اشتركوا في القناة